اشتركوا في القناة 29 من ديسمبر من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الدولار الأمريكي أهمها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الذي سوف يصدر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ثم يليه تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام الذي سوف يصدر في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أخواني العزاء أن هناك حصول لارتفاعات في مؤشر الدولار الأمريكي وذلك بعد صدور بيانات إيجابية يوم الأمس وهو مؤشر ثقة المستهلك قد صدر بشكل إيجابي مما أثر بالإيجابية لمؤشر الدولار الأمريكي ويعود به ليتداول مجددا أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم مما قد نشاهد ردة الفعل لقوة الدولار الأمريكي أمام أزواج العملات المختلفة وأمام الذهب بشكل خاص إذن أخواني العزاء حاليا مؤشر الدولار الأمريكي لن يستطيع استعادة الزخم الصاعد الإيجابي فعليا إلا باختراق مستوى 96.300 والثبات علىها فحين سوف يعلن مؤشر الدولار الأمريكي التحرر من الضغوط البيعية واستعادة الزخم الصاعد وأما استمرارية التداول دون 96.300 لا زال يضعه في المسار العرضي على الشورت تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن الدولار الأمريكي يمحو مكاسب اليورو خلال الجلسة السابقة ويقترب من منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستوى 1.12.900 ولن يستطيع الزوج تأكيد العودة للمسار الرئيسي الهابط إلا بكسر مستوى 1.12.900 والتداول دونها أما حتى اللحظة ننتظر بكسر مستوى 12.900 لتأكيد المسار الهابط أو اختراق مستوى 13.420 لتأكيد تكوين التريند الفرعي الصائد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار حتى اللحظة لا زال يتمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحول منطقة المقاومة الهامة الماثلة عن مستوى 1.34.290 وإذا نجحت الأسعار ببناء مراكز شرائية والثبات أعلى مستوى 1.34.290 قد نشاهد محاولات ناجحة لتكوين تريند فرعي صاعد يستهدف مستوى 1.34.601.35 خلال التداولات القادمة ويلغى السيناريو الإيجابي الصاعد في حال تمكنت الأسعار من كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعودة التداولات دون مستوى 1.34.290 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون وهو الآخر يعود ليتداول أعلى مستوى 1.54.290 متمسكا بالتداولات الإيجابية على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أعلى مستوى 1.54.290 قد تمنح الزوج انطلاق إيجابية خلال التداولات القادمة يستهدف من خلالها مستويات 1.54.6155.150 وبشرط الثبات أعلى مستوى 1.54.290 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن هناك عودة لتعيد الأسعار تحت الضغوط البيعية وإذا استمرت التداولات على الشورت تيرم بالتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد عودة الأسعار لتهبط إلى مستوى 0.72.71.900 خلال التداولات القادمة ويلغى هذا التوقع السلبي في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستوى 0.72.500 والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ويعود الين للضعف مجدداً ويستغل الدولار الأمريكي قوته مجدداً ليحاول تأكيد اختراق مستوى 114.830 والذي بدوره إذا نجح بتأكيد هذا الاختراق والثبات أعلى هذا المستوى قد نشاهد اندفاع لزيارة مستويات 115 و 115.300 خلال التداولات متوسطة الأجل وشرط حقق الأهداف المذكورة والسيناريو الإيجابي هو الثبات أعلى مستوى 114.830 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ولا نزال نشاهد على الشورتيرم محاولات لبناء موجة تصحيحية صاعدة تحاول الاستقرار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وإذا استمرت الأسعار بالتداول أعلى مستوى 11 ليرة ونصف قد نشاهد محاولات لامتداد الموجة التصحيحية الصاعدة إلى مستويات 12 ليرة ونصف و13 ليرة فاصلة 35 وبالمجمل وعلى اللونغ تيرم لا يزال المسار الحالي للزوج هو مسار سلبي هابط ويشترط تأكيد هذا الهبوط واستمرارية التداولات الهابطة هو ثبات التداولات أدنى مستوى 13.35 وعلى اللونغ تيرم لا نزال ننتظر الأهداف المنتظرة عند مستوى 10.25 ومستويات ما دون التسعة وما دون الثمانية خلال اللونغ تيرم وحتى اللحظة يشترط لتأكيد هذا السيناريو السلبي الهابط على اللونغ تيرم هو ثبات التداولات أدنى مستوى 13.35 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ويفقد البيتكوين زخمه بتداول دون مستوى الحاجز النفسي وحتى اللحظة يعود البيتكوين للتداول في ظل القناة العرضية المحصورة ما بين مستوى 46.300 دولار و50.700 دولار والذي بدوره لن يحدد مسار قادم للبيتكوين إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف هذه القناة العرضية حيث أن كسر الدعم الماثل المستوى 46.300 دولار سوف يؤدي إلى انهيارات كبيرة في البيتكوين قد يؤدي إلى زيارة مستويات 40.037.000 دولار خلال المدى المتوسط أما اختراق مستوى 50.700 دولار قد يؤدي إلى انتعاش للبيتكوين والبدء بالصعود لزيارة مستويات 57.000 دولار و65.000 دولار على اللونغ تيرم إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الريب المقابل الدولار الأمريكي وهو الآخر متأثرا مثل بقية العملات الرقمية بضغوط البيعية وشلالات الدم مثل ما تسمى وحتى اللحظة استمرارية التداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات دون مستوى 90 سنة قد تؤدي إلى مزيد من التراجعات نحو مستوى 80 سنة و75 سنة خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ويعود الذهب بعد أن نحقق الأهداف الأولية مجددا وبفعل قوة مؤشر الدولار الأمريكي والضغوط الذي أدت إلى تراجع الذهب ومع بدء إنحسار تهديدات المتحور الجديد شاهدنا بعض من التراجعات لملك الملاذات الآمنة الذهب ليعود بالتداول دون مستوى 1810 دولار للأنصة الواحدة ويعود الذهب مجددا حاليا إلى القناة العرضية المحصورة على الشورت تيرم الماثل ما بين مستوى 1810 دولار للأنصة الواحدة و 1799 دولار وننتظر حاليا كسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية من أجل أن يحدد المسار القادم للذهب خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يتمسك بمكاسبه أعلى مستوى 74.30 دولار وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ويحاول النفط الخام للتحضر للانطلاق مجددا نحو مستوى 76.70 دولار و 78.60 دولار خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية الإيجابية وتحقيق الأهداف المذكورة هو الثبات أعلى مستوى 74.30 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة متأثرا بملك الملاذات الآمنة الذهبية تراجع ما دون مستوى 23.10 دولار وحتى اللحظة لن تعود الفضة مجددا للتألق إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 23.10 دولار الثبات علىها فحينها سوف نشاهد عودة الفضة للمسار الإيجابي الصاعد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي وشاهدنا الغاز الطبيعي كاد أن يحقق الهدف الأول مثل المستوى الأربعة ولكن حتى اللحظة لا يزال الغاز الطبيعي يتسم بالإيجابية ويسيطر على الزخم الصاعد وذلك باستمرارية التداولات أعلى مستوى 3.70 وعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا تزال الأهداف الواقعة عند مستوى الأربعة واربعة فاصلة أربعون قائمة حتى اللحظة بثبات الأسعار أعلى مستوى الثلاثة فاصلة سبعون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ولا يزال يتألق ويحقق الأهداف الأولية الذي تحدثنا عنها وحتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى مستويات 36100 وعلى المتوسط المتحرك لا تزال تقود مؤشر الداو جونز إلى التمسك بالزخم الإيجابي الصاعد ومحاولات تحقيق الهدف الرئيس المنتظر عند مستوى 36700 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر Standard & Poor's الـ HP500 وهو الآخر دخل في موجة صحيحية محاولا إنهاء التصحيحات والتجميع لمحاولة اختراق مستوى 4810 والذي إذا نجحت الأسعار باختراقها سوف يعلن الضوء الأخضر للـ SP500 لزيارة مستويات 4840 و4890 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني وها هو لا يزال يتمسك بالإيجابية وذلك باستمرارية التداولات أعلى الدعم الماثل عن مستوى 15830 على المتوسط المتحرك والتداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من الإيجابية الذي قد تستهدف مستويات 16000 و16200 على المدى المتوسط وخلال الجلسة الحالية إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك حتى اللحظة يحاول إنهاء التصحيحات وقد دخل في موجة تصحيحية وحتى اللحظة الهبوط لا يزال يعتبر تصحيح لا أقل ولا أكثر ولا يزال يعتبر حركة صحية للأسعار محاولا إنهاء التصحيحات والتجميع لمحاولة اختراق مستوى 16650 الذي باختراقه سوف يتألق النازدك مجددا ليستهدف مستويات السبعاتاش ألف المنتظرة خلال الفترة الحالية إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر